يذكر أن الفندق كان يأوي 22 شخصاً على الأقل وقت وقوع الانهيار الثلجي فيما قالت بعض أسال الإعلام إن عدد الأشخاص كان ثلاثين لكن السلطات لم تؤكد عدد الذين كانوا في الفندق ما الأكيد هو نجات شخصين كان خارج الفندق وقد تم نقلهما إلى المستشفى في الآونة الأخيرة تعرضت المناطق الوسطى من إيطاليا لعواصف ثلجية وأربعة زلازل بقوة تجاوزت الخمس درجات على مقياس ريختر في الثامن عشر من هذا الشهر ويصعب انطلاق أعمال الإغاثة حالياً بسبب تراكم الثلوج ونقص معدات إزالة الثلوج